ما هي الا ايام معدودات على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن والتي التقى خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اكد انسحاب قوات بلاده خلال ثلاث سنوات عبر خطة اعادة الانتشار العسكري خارج العراق ترامب يرى في مجيء الكاظمي وتسنمه منصب رئاسة الحكومة مستقبلا افضل للعراق وشعبه والتحول في التعاون الامني من الوجود العسكري الى تعاون يتعلق بالتدريب والتسليح للقوات الامنية العراقية لمواجهة التنظيمات الارهابية لكن الملفتة هو اعلان وزارة الدفاع الاميركية البنتاجون عزمها خفض عدد قواتها في العراق بنسبة الثلث خلال الاشهر المقبلة اي قبل نهاية العام الجاري مما يعني استعادة الوضع الذي كانت عليه هناك قبل خمسة اعوام صحيفة وولستريت جورنال نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان التخفيض سيحتفظ بثلاثة الاف وخمسمائة جندي فقط في ثلاث قواعد عسكرية هي الحرير في اربيل وعين الاسد في الانبار الى جانب قاعدة في اطراف العاصمة بغداد العلاقة الشفافة بين العراق والولايات المتحدة والتي جسدها الحوار الاستراتيجي في جولتين احداهما جرت عن بعد والاخرى في واشنطن لاعادة ترتيب العلاقات العسكرية وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها العراقيون بين متفائل ومتشائم من استمرار الصراع الاميركي الايراني على ارضهم فهناك من يرى ببقاء القوات الاميركية رادعا لجماعات مسلحة تهدد الامن المجتمعي فيما يرى اخرون بانسحابها تحقيقا لسيادة العراق على اراضيه وان القوات الامنية قادرة على حفظ امن واستقرار البلاد